اكد الشيخ صلاح حيدر رئيس صندوق الزكاة وصدقات بوزارة العدل والشهون الإسلامية والأوقاف اكد على استمرار الصندوق في تنفيذ مختلف المشاريع بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين على مختلف الأصعدة سواء كانت الخدمية الموجهة للمستفيدين أو على صعيد العلاقات الثنائية لتكوين شراكة حقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني وصولا للتكافل المشهود وصدقات الفضل الله سبحانه وتعالى لا يكتفي فقط في تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع البحريني لا الحمد لله رب العالمين عندنا شراكات نوعية مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وتنمثل هذه شراكة في توفير مثلا مشروع تفاؤل يوفر المعينات لذوي الهمم يستعين النبي على الدراسة وما أشبه ذلك وكذلك نهيئ البيئة المناسبة للتعافي من الإدمان بشراكة مع الجمعيات الأهلية وكذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هناك مشروع مبارك تم تدشينه من قبل صندوق الزكاة والصدقات مؤخرا بشراكة مع جمعية شباب المستقبل وهو المعني بأبناء أصراط أو المحاربين لأصراطان من الأبناء الذين قدر الله سبحانه وتعالى عليهم أصراطان ودور صندوق الزكاة والصدقات بتوفير ما يحتاجون إليه من أدوية وعلاجات للتوفر في الأماكن الأخرى وكذلك تهيئة البيئة المناسبة التي يستعينون عن طريقها بمحاربة هذا المرض أو الاستعانة بالعلاج في هذه البيئة التي تتناسب مع حالهم صندوق الزكاة والصدقات يوفر لهم هذه البيئة المناسبة ترجمة نانسي قنقر